الحمد لله و أصلي و أسلم على رسول الله صلى الله وسلم و بارك عليه و على آله و أصحابه و من و أولاه والله إن من أجل النعم أن يمد الله في الأجل حتى تبلغ ليلة كثير من أهل العلم رجح أن تكون هي ليلة القدر و إن كان هذا ليس هو الراجح إلا أنها هي الأحرى نعم هي الأحرى الليلة التي سجد الحبيب عليه الصلاة و السلام في طين و ماء ها كانت تلك الليلة نعم كانت 27 هذه الليلة غريبة في ليالي العام كله هذه الليلة أيها الأحباب تساوي عمر إنسان تجاوز الثمانين و هنا أحباب إذا قال الله جل وعلا خير ما قال هي مثل ألف شهر قال خير من ألف شهر يعني ليلة القدر لا يجوز حسابها بالساعات ولا الأيام ولا الدقائق هي أكثر بل هي خير خير من ألف يعني خير من ألفين قد تكون خير 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 كلمة مطلقة عميقة تمتد في العمر كله أي أن هذه الليلة من ضاعت عليه فقد ضاع له عمر عمر إنسان عاش أكثر من ثمانين عام يضيعها الإنسان في ليلة لربما كان في سوق أو أنه يتابع جوال أو غيره وهنا وقفة لو أن هناك إعلان الآن إعلان سامي على أن من وجدناه الليلة هذا إعلان من وجدناها الليلة على باب بيته قائم وهو بجالس واقف على اعتبة الباب واقف سنعطيه مليون ريال وبتمر سيارات في الحواري وفي الأحياء ومن وجدته واقف على الباب واقف ترى اللي قاعد ما نعطيه واقف يعطى شنطة فيها مليون ريال ولكن ترى مهيب الليلة هذه لا هي في الأربع الأربعة الليالي القادمة هذه هذه الأربعة الليالي سيارة وزارة المالية بتمروا مع هشناط وكل شنطة فيها مليون واللي واقف يستلم ويمشي واحد داخل لو كان يشرب ماء ما نعطيه قاعد ما نعطيه الواقفين بس أسألك بالله نلقى الناس واقفين على الباب يا أبو عبدالله تلقى عجائزنا وشيباننا وصغارنا وكبارنا وحتى بعضنا بيشيلوا لده بإذنه خفرات إن شاء بيشيلوا لده بإذنه أبي نوم قم بلا نوم النوم ملحوق عليه التعبان قم أصبر وصابر مليون ونبوك بتريحنا سنين هالليوم ريحنا سنين وهي ليلة وقفها ونبوك طيب متى بيجي يا بوي والله ما ندري لكن أكيد بيجي يعني نحن نثق في الإعلان أنه سيأتي لكن ما ندري متى بيجي ولذلك تلقى العالم واقفين واللي قوم هذا واللي جلس هذا وإذا قبل تفرحوا وإذا أخذوا حقائب الملايين فرحوا وأي سيارة تعرض قالوا هذه وأي سيارة أهيلامي بهي وتدب سبحان الله عشان مليون ريال ويمكن بعض الناس لو رزقها الله المليون ضاع عمره بالمليون لأنه قد يفسد حالاته المال لكن أحبابي ليلة القدر كهذا الوعد الذي ننتظره لو كان ماليا ليلة القدر لا ندري متى هي قد تكون في الأوتار وأحرى الليالي أن تكون هذه الليلة من كان ينتظر الجنة والمغفرة والبركة يا أحبابي ينام عنها ونحن الأيام هذه أحبابي ما ننام لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله أحبابي أيقظ أهله أننا نحتاج أن ننقذ أبناءنا الآن يا شيخ قائمين خلقه قائمين ما نحتاج واعين وشياطين ويرقون فوق الكراسي ويطبون ويكبون الفمت هنا والعصير هنا وحرب داحس والغبراء يا أخي يسكنوا والله يصلحوا قلوبكم وخذ أنت يا أيها الأب أبنائك المميزين للمسجد وأنت صلي بأبنائك أو خذيهم إذا كانوا مميزين للمسجد تفرغوا هذه الليلة أعظم خسارة في العمر هذه الليلة أن تمر عليك هذه الليلة وأنت في السوق أو أن تمر عليك وأنت أمام جوال أو تمر عليك وأمام قناة لماذا؟ ليلة غير هذه الليلة غير هي من كونها غير لربما بعضهم يقول يا شيخ لا تتعب نفسك القدر كان 23 من قال لك؟ قال والله شفنا واحد معطيناه واحد في الرؤية معطيه 23 تمرة وعشان 23 تمرة ليلة 23 وانتهى الموضوع وامس كان غبار واليوم واله الجو وانت الله يرزاك خير وصير حاجب عن الجنة وعن السعادة وعن الأجر المسلمين متى كان ديننا يبنى عليه الأحكام تبنى عليه على الرؤى حتى الرؤية إذا وقعت ترى أحبابي الرؤية إذا وقعت يقول المعبر إن صدقت رؤياك يعني قد لا تصدق صحيح وقد يكون الإنسان وترى يا أخواني الرؤية أحيانا تكون كاذبة لأن الرأي كذوب حاشاكم ترى اللي يكثر السذب يفقش واجد وعنده أرانب برية اسمان ها للتصدير وتلقى الكلمة الصغيرة تجيه في اليقظة علم صغير أقول عبدالله وراح مع واحد ورجع في خمس دقائق وقص النحوة حوال خمس واربعين دقائق لا إله إلا الله حط عليها خميرة يملح يملح هذا اللي يملح حتى رؤات ملح ولذلك ليس كل رائي يقول يا شيخ إني رأيت وأنني آكل كذا إذا انصدقت رؤياك ليلة القدر ثلاث عجرين وأنا أقول يا أخواني ارحموا المسلمين الله جل الله الله أخفاها ليبلونا أينا أحسن عملا حتى يميز الخبيث من الطيب حتى يبدأ المؤمن يجتهد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مع أنه علم أن تلك الليلة التي قام فيها وأصبح وكان سقف المسجد قد نزل منه المطر وسجد بأبيه وأمي في طين وماء نعم هو علم أنها ليلة السبع وعشرين هل قطع الاعتكاف صلى الله عليه وسلم لا أبدا هل قال للناس خلاص ليلة القدر راحة الله يحسن عزاكم لا لا واصل إلى ليلة الثلاثين وهل يستطيع يستحق الليلة الأخيرة اللي يعبد الله على الحساب ترى بعض الناس يعبد الله كأنها تليفون هلل تعالى تليفون الهلل حط ريال يشتغل أنتهى الريال يطفى يطفى إذا جل ليلة القدر صلى ليلة السبع وعشرين لا ليلة السبع وعشرين يأتي خمس وعشرين يا أخي هل تستطيع أن تستغني عن الله يا من تغيبون هذه الأيام أن تقدر تستغني عن الله يوم يعني لو أن الله ما يعطي الهواء الهواء ما يعطيه إلا لأدرك ليلة القدر ولا يموتون الباقين كم واحد يموت في الرياضة شيخ؟ اللهم استعى أحبابي الله معطينا الخير كله معطينا الجنة ومعطينا الستر ومعطينا العافية معطينا الخير كله فلماذا نعبد الله على مقايضة؟ أقبح عبد أقبح عبد في الحياة اللي يعبد الله على مقايضة عطني أجيك ما تعطيني ما أجيك يا أخي عطاك الدين وعطاك الهواء وعطاك الحياة وعطاك الإسلام وعطاك العافية وأعطاك أنا ابني وأبنك لو تقول عطني يا عبد الله ولا نواف هذا ولدي يا نواف عطني ما قال والله كم تعطيني وش أقول لنا كأب أقول لها فأنا أبوك أنت ما تجيب لي موية لن أعطيك أي والله تجيب لي جوال أعطيك ما وش أقول لها يا عاق يا قليل الأدب ما هو بعيد عليك أنا أبوك أقول يا أخي من يبقى إلي الكلام هذا لك يا عبد الله يا مؤمن يا عبد الله في ليلة خير من ألف شارك تمتلئ الأرض حتى أن الملائكة في حديث أكثر من حصى الأرض أكثر في هذه الليلة من حصى الأرض أي أعدادهم أكثر من الخلق أكثر من الخلق وينزل معهم الروح تنزل الملائكة والروح فيها وينزل الروح وهو أمين الوحي جبرايل عليه الصلاة والسلام أتدري لماذا الملائكة تتنزل تتنزل بالرحمة لأنها ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم هذه الليلة ليلة من أدركها ضاعف الله عمره فصار عمره أعمر تصور واحد أدرك ليلة القدر عشرين سنة تدري كم يصير عمره؟ يصير عمره أكثر من ألفين سنة لا إله إلا الله يا أحبابي أعمارنا أعمارنا بين الستين والسبعين نعم صحيح وقليل من يتجاوز الستين إلى السبعين وليوصل السبعين إلى الثمانين يتعب وليوصل من الثمانين إلى التسعين يمكن يفقد الذاكرة ويجيه الزهايمر ولا يدري منه نعم يعني أعمارنا قصيرة لكن الله الكريم المنان لما قصر أعمار أمة محمد بارك في آجالها ولذلك أحبابي أنا أقول أطالبك وأسألك وأسألك بالله أن تطيل في عمرك يقول آخي أنتهت الأمور وكتبت وقضاء قضي والملائكة عندما أنزل الله ملك الأجنة كتب عمري نقول لا ولكنك إذا أدركت مواسم العتق من النار في هذه المواسم الجنة ضاعفت العمر يا أخي موهب ليس مسؤوليتي ولا مسؤوليتي يسير عمري أربعين أو ثمانين لكن مسؤوليتي ومسؤوليتك أن يمر علي موسم الجنة وأنام أو ألعب أو في الاستراحة بعض الشباب شيش في ليلة القدر يشرب شيشة بعضهم يشرب مدريش وبعضهم بكت في جيبة وبعضهم في المقاهي الإنترنت وبعضهم الله يصلح قلبه يدوج في الشوارع وبعضهم يراقب العوائل في أسواق وبعضهم كما قلت لك ليلة القدر ورايح يشتري حذاء يا أخي ولا وحدة تقول والله أنا بشتري كعب كعب في ليلة القدر ما جكلها الليلة ما ضاقت ضاقت إذا كنت تحبين نفسك وأنت تحب نفسك فهذه الليلة يجب أن تتوقف فيها دولاب الحياة ما يمشي كفر الحياة يوقف هذه لله هذه انقطاع وتلاحظوا أحبابي أخفى الله ليلة القدر فجعلها من غروب الشمس إلى أذان الفجر هي حتى مطلع الفجر نعم يعني أنها أحبابي بالمواقع يعني الآن كم يا شيخ يعني الآن يذن كم المغرب قلني يقول الساعة 6 7 إلى 10 تقريبا 7 إلى 13 من 6 إلى 5 إلا يعني أقل من 12 ساعة أقل من 12 ساعة ما يستطيع الإنسان اللي يعطاك ربي عمر طويل عطاك 40 سنة 20 سنة 30 سنة 80 سنة وتبخل على الله أن تخلو به 12 ساعة نعم والله إن ذلك من الخدر نحن في الاختبارات الدنيوية يا شيخ في المدارس الأسبوعين هذه نشد الحيل ونجلس في البيوت ونأخذ الكتب ونقرأ ونطلع حتى ننجح حتى يعني نتميز في دراستنا وليش ما نطبقها أيضا هنا في ليلة القدر في هذا اليوم الكريم وتقول الأم لولدها ونمك بترتاح بعدين أيوه ولذلك بتنبسط ونمك شد حلك الحين وإذا أخذت الشهادة تراكب تسعد ولذلك نقول نعم أنت إذا دعيت من باب الريان فستسعد أحبابي في ثاني يوم من أيام العيد هل بقي من تعب رمضان شيء؟ هل تعب بقي ضماء؟ هل بقي سهر؟ والله يا أحبابي نومت ساعتين ثلاث أربع ساعات بعد قيام من الليل طويل يذهب كل التعب لكن يبقي عظيم الأجر الله أكبر طيب شيخنا الآن يعني ليش نهتمينا وعني الشيء الملموس المحسوس مثلا مثلا وضع الاختبارات وضع كما ذكرت الآن مليون ريال مثلا توزع تجد الناس يعني واقفين على أقدامهم حتى يرزقوا هالمليون ليش نهتمينا بالشيء الملموس والشيء اللي عند الله سبحانه وتعالى اللي مو بدينا زينا على تفكيرنا نقصر فيه لاحظ أول سورة البقرة سؤال جميل أليف لأم ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون أول مدح قبل يقيمون الصلاة نعم قبل قامت الصلاة تؤمن بالغيب عندما نقص معين الإيمان بالغيب والتصديق بما عند رب السماوات والأرض جل وعلا الله وعدنا أن من أدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وأنها هي أيضا كفارة لذنبه وأنها خير أي هي أفضل من عمل إنسان عمر 83 سنة يصوم ويقوم ويقرأ ويتصدق ويتصدق حياة طاعة عمر 83 الآن حتى الأعمار ما تبلغ الثلاث الزمني الآن كثرت موت الفجأة وحوادث وجلطات وسكتات حتى الثلاث الزمني ما حد يوصلها إلى أيام هذه والموت إلى أيام هذا في الشباب ترى أكثر من الشيب ترى الشيبان أطول أعمارهم الله يطول في عمره بوي وامي وامهاتكم واباكم ترى الشيبان أطول منكم أعمار لأنهم أضبط منكم في الأكل وأكثر منكم في الطاعة ويموزونين في العلاجات وإنه يمشي مئة واربعين مئتين واربعين مكيم وملتفة ناظر اللي جنبه على الجوال أو على الجوال الرفع راسة لأنت ريلة دخل تحتها صلينا عليه جعل في جنات النعيم أقول نحن لو نؤمن أحبابي أن الله في هذه الليلة إذا قمنا هذه الليلة يعطينا لما زهدنا في الأجر لكن كما كرم في ضعف في الإيمان بالله إيوى الله وأقولها بمرارة إن الذي لا يقوم رمضان الذي لا يتحرى ليلة القادر الذي لا يصدق بما بالريان الذي لا يقوم إيمانا واحتسابا عنده نقص في التوحيد عنده نقص في معرفة رب العبيد ولي أن الذي أنت الآن لو يطلع مرسوم أو أمر أو قرار من مدير شركة وتعرف أن الصادق من فعل كذا عطيناك كذا تعمل ولا ما تعمل على طول أنتم غمض ليه واثق واثق مديرنا ما عنده كلمتين كلمة واحدة صحيح وإذا قال الإبن ولهذا بعض الأباء بعض الأبناء يكذبونهم بعض الأبناء يقول أبوه يقول إن شاء الله باوديك باودي قال أبوي إن شاء الله استهبل علي أبوي هذا الطفل يقول استهبل علي لأنهم تعودوا على الكذب صحيح لذلك نحن إذا تعودنا من أحد الناس عدم الصدق ما نصدقه وإذا عرفنا الصدق هل هناك أصدق من الله قيل هل هناك أصدق من الله قيل هل هناك أوفى بعهده من الله الله وعدك وعاهدك وأعطاك مع أنه يعطيك منة وكرما وفضلا وليس استحقاقا لي ولا لك والله لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب يعدنا ليغفر لنا ونحن في السوق وفي الكافي ونشتري حلوى العيد ومشغولين بجزم وفنائل وثياب وتيشيرتات وفساتين ومساكين ولا يوجد فرحة إلا للطائع ولذلك أختم فأقول أحبابي هذه الليلة لا علاج لها سواء كانت هي الليلة هذه أو الليلة القادمة أو الليلة التسعة وعشرين لأنها قد تكون في هذه لكن هذه الليلة السبع وعشرين هي من أحرى الليالي من أحرى الليالي وإذا قلنا من أحرى الليالي يعني ينبغي أن تزداد فيها اجتهادا ما يعني ذلك أنك تشتهد وتنوم الباقي وشنا عمل وامتاز العمل في هذه الليالي أجمل عمل أن تتفرغ عن الخلق لتخلو بالحق بالخالق جل وعلا أولا ولذلك أحبابي يعني الآن صلي صلاة العشاء في جماعة لا تطلع من المسجد لا تطلع من المسجد خذ معك قهوتك خذ معك الشاي خذ معك فطائر ما عندك مشكلة يا أخي للرجال والنساء للرجال والنساء يا أخي خذ الحالي والمالح والجمال اللي عنده خذ فواكه من قال لك لا تأكل لأن بعض الناس يجيه إبليس يقول لك وين رايح النعمة هنا طيب ينقل النعمة معك للمسجد نمرت ساهل نمرت ساهل واجلس على عمود وحط قدامك اللي تحط واجلس يا أخي تخل مره ربنا آتنا في الدنيا حسنة مرنا اللهم إنك عفو تحب العفو تأخذ مصحف تقرأ لك وجهين تردد قلوه الله واحد عشرين ثلاثين مرة تقرأ الفاتحة تشرب فنجال وترجع تشرب فنجال تستغفر بس طف الجوال الله يرحم والديك طف الجوال لأن بعضهم معتكف مع الواتس وتلقى الناس يقرونه يكركر يضحك بسم الله عليك عسى ما شر جاته نكتة الله يجزا خير لا ويرسلوا أنا من معتكفي أدعو لك لا وأخوانك من معتكفي نعم نسأل الله الإخلاص لاحظوا الإخلاص اللي ما هو بيوم ولا جنب الإخلاص من معتكفي أرسلوا للمسلمين أرسلوا أني عفوتوا عنهم الله يعفو عن كنت ولا هم سالمين من شرك باس مضروب هنا ولذلك الإخلاص هو بجيد ولذلك أغلق الجوال يا أخوان أتعبنا جوال وأتعبنا أنا ما معي جوال من فضل الله يا أخي أتعب أتعبك الجوال لي لأنك تتصل بالمخلوقين اتصل بالخالق ثانيا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني رددوها في هذه الليلة عددا لا حد له اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وصية محمد عليه الصلاة والسلام لأحب امرأة إليه عائشة أمي وأمك رضي الله عنها وبعد ترها أمي بعد ولذلك تجد أنه قال ماذا قال قال إذا قالت يا رسوله أرأيت لو أني أدركت أو رأيت هذه الليلة قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وهذه وصية محمد بن عبد لا تصور لو تقولها من قلب صادق وتنزل الرحمة وينزل الملائكة وينزل جبريل ورب العالمين يباهي بأهل الأرض وينزل رحماته ويفرق في هذه الليلة كل أمر وينزل الخير وينزل الشر ثم أنت كنت ممن قال إنك عفو تحب العفو فاعفو عني ألا يفرغ عليك عفوا يغفر لك ما سلف من ذنوبك شرحها يا شيخ اللهم إنك عفو عفو يعني أن من صفاتك أنك تعفو تستر العبد إذا أذنب ثم تغفر أي تستره المغفر من الغفران يعني ما المغفر الذي يضع على الرأس تغفره يعني يا ربي سترت ثم غفرت فأطلبك بعد الستر والغفران عفوا أي أن تبيحني من كل كبيرة أو صغيرة فعلتها لماذا يا ربي لأنك تحب العفو ولاحظ مدح الله يمدح الله أن تحب العفو يا رب فاعفو عني واحد يسأل الله بهذا الدعاء وهو العفو وهو العظيم وهو الغفور وهو الرحيم وهو المنان وهو رب العالمين ألا يغفر له بلى ومن ظن أن الله لا يغفر لعبد فقد ظن بالله ظن السوء الله غفور وأقسم بجلال الله يا مذنبين ونولكم أنه لا يوجد ذنب على وجه الأرض مهما بلغ إلا وعفوه أعظم منه أعظم منه أعظم منه الله دعا المنافقين للعفو والمشركين إلى التوبة ودعا من قتل ومن زنى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يعني مشركين نعم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قتله ولا يزنون زنات ومن يفعل ذلك يعني الشرك والزنى والقتل فسوف يلقى ثامة نعم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح ووقف هنا يعني ربي الآن عرض الآن أخبر أن القاتل والزاني القاتل والزاني والمشرك هؤلاء أصحاب الربع الكباعر هؤلاء يلقون أثامة يوم القيامة لكن إن تابوا إن تابوا ما يغفر لهم الله لا يغفر لا يغفر إذا تاب العبد الله ما يغفر له لكنه يغفر ويبدل الذنب حسنا الله أكثر لأنه عفو كريم أوسع من هذا الباب ماذا تريد الله ما يعفو عنك فقط لا يكون ذنوبك اللي أذنبتها سبب لدخولك الجنة يعني لو قلنا مثلا عشر مليون سيئة وإثم تبدل هذه كلها إلى حسنات لو أن الله لم يبدلها عفاها ألا يكون هذا كرما لا والله والله كرم لكن يبدل عشر مليون ذنب يجعلها عشر مليون حسنا ثم تكون الذنوب بعد صارت حسنات هي التي تدخلك الجنان الله أكبر يا أحبابي مساهمة والله يا أخي ما أدري الليلة هذه اللي يضيعها هذا هذا ما أدري نقرأ عليه ولا نربطه ولا ماذا نقول فيه ضيع نفسه وترى الليلة هذه تضيعها أحبابي تضيع العمر هذه الليلة إذا ضاعت ضاع عمرك لأنك تضيع 83 سنة بل أكثر بل خير يعني بعضنا أحمارنا أصفار يعني أحبابي بعد مئة سنة أحد موجود من المشاهدين بعد 60 سنة أنا متأكد والعلم عند الله من 60 سنة ما أحد موجود لأن اللي عمرها يعني حتى الموجود ما يدري أنه موجود حتى لو نقول أنت محمد قال لا معك صالح ما يدري هو أنا فيه رد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا لذلك أحبابي ما هو مشكلة نموت ولا نحيا هذا صحيح أن الموت مصيبة لكن القضية هل أنت تحب لقاء الله بعد الموت فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ثم القضية هل عمرك هذا الذي أعطاك رب العالمين أنت تستعمل في طاعته أم لا إذا علم الإنسان أن بقاء في الدنيا فرصة نعم وأن هذه الليلة لا تعود عليه في كل عام إلا إذا كان حيا ينبغي أول عمل وأن أردده دائما أول عمل أخرج من قلبك كل مرض يمنع رفع العمل الأمراض يا من انشغلتم بالقيام والصيام ولا زالت القلوب فيها آثام وفيها ذنوب أخرجوها الثاني التوبة النصوح أن يكون الإنسان تائب توبة نصوح ترى أحبابي التوبة النصوح هي أن تقلع وأن تعزم وأن تكون مخلصا وأن تندم وأن ترد المظالم هذه شروط التوبة الخمسة أما من كان يقول توبته وهو في جواله اللي في جيبه معاصي وذنوب وصور لو أنها فضح لو أنها نشرت للخلق لفضحوه فكيف يكون فالتوبة النصوح أيها الأبناء أيها البنات أيها المؤمنون الثالث أيها الأحباب في هذه الدعاء وهذا الدعاء هو خير الدعاء لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه في هذه الليلة تتنزل الملائكة من كثرة الخير الذي ينزل الدعاء ومن أجمل الدعاء الاستغفار وليقدك في ذلك الاعتراف بالذنب اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا اللهم اغفر لي ما قدمتم وما أخار اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم الدعاء بيجمل أيضا الدعاء للمسلمين منها جميل أيها الأحباب أن نستقبل هذه الليلة بصدقات لعلها أن تجيب لنا الرحمة الله أكبر ما أجمل الإنسان أن يقدم بين يدي هذه الطاعة طاعة لعل الله أن يغفر له وأن يسترى الله رحمن رحيم جواد الرسول عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان لأنه عاش مع القرآن وعاش مع روح الصيام أنت إذا تصدقت في هذه الأيام خاصة هذه الأيام خاصة كأنك تقول يا ربي اجعلها كفارة يا ربي إني أدفع هذا المبلغ لأطفئ غضبك إن صدقة السر تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء هذه الصدقة أحبابي والصدقة لها أمر عجيب في هذه الأيام خاصة لأن المتصدق يعرف الله المتصدق يرجو نوال الله المتوصدق واثق في عطاء الله الله أكبر واثق تصدق بعضنا غير واثق يخشى أنه يعطيه فلا يرد عليه مع أن الله يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة قيل أن الحسنة لا إله إلاه وقيل أن الحسنة هي الخلف وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى ولذلك أحبابي يوجد قبل باب الريان باب تدعون ما اسمه ولذلك عندما قال صلى الله عليه وسلم من كان من باب الجهاد من كان من باب الصلاة قال ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام والحديث صحيح تصدق تصور أيها المؤمن إذا أنت تتقرب إلى الله زلفا في رمضان خاصة بصدقة حتى يناديك ربك مع باب الريان ومع باب الصدقة والمال ماله يا الله المال ماله نعم أحبابي المال ماله وهنا قمة الحياء العبد ينكسر نعم يعني المال اللي عندي مهبلي واللي عطانيه يقول عطنيه وأنا أرفض يا أخي هل هناك بعد ذلك يعني هل عند الإنسان عذر أبدا ألا يقال لأنه قل حياؤه مع مولاه أن الذي أعطاه يستقرضه الذي أعطاه يستقرضه نعم ثم هو لا يقرضه مع أنه وعده إن أقرضه أن يخلفه الله أكبر فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه أحبابي والله تجارنا كثير من التجار سمعت أحد التجار من أصحاب الملايين يقول والله يا شيخ أني أستحي من الله أعطي مبلغ كبير في ظني فيضاعفه الله لي قبل الحول ثلاثة أربعة أبعاء لا إله إلا الله يقول والله قصها عني والله يا شيخ أني كنت أخاف أن المبلغ ينقص السيولة يضعف السيولة عندي ينقص الحساب يمكن يجيني مشروع يمكن أحتاج أن أشتري ولكن إذا أغلقت على الشيطان الشيطان يعدكم الفقرة ولذلك أغلقت على الشيطان النوافذ أقسم بالله أني أتصدق لأغتني الله أكبر أحبابي أنا أقول أخرجوا حتى تغتنوا أنا أقول أعطي الميتين والثلاثمية والألف والعشر تلاف اللي عندك هذه أعطيها ربك بيقين بيقين وهو بتجربة لأن بعضهم يقول الله بنعطي بنشوف رفع الجبوال نزل شيء باع أو شيء لا تعطي الله على التجربة ولا على المقايضة أعطيه على اليقين والثقة الله ما يجربه مثلا نعم الله هو أصدق القائلين ثم يا أخي من قلة الحياة يا أخي أنا أبوي أبوي الله يطول في عمره على الطاعة هو أبائكم أمي أمهاتكم لو يعطيني وهو يعطاني كلش لو يعطيني يقول هذا البشت هذا لي يا أبوك رحل للحلقة وإذا رجعت رجعه لي طيب إذا رجعت وقال وين البشت يا سعد أزعل على أبوي هذا بشته يا أخي صحيح هذا له هذا قلب ما لي شيء ولذلك لله المثل الأعلى فهل الإنسان إذا أعطاه ربه شيئا نعم ووهبه شيئا وأفاض عليه ليبتليه بالمال يطلب منه أن يرد بعضه يا أخي مبكر له أبو بكر ما وصلنا إيمان أبو بكر أبو بكر أخرج المال كله نعم وعثمان جهز جهش العشرة وعبد الرحمن بن العوف اشترى البئر وعمر رضي الله عنه أتى بشطر ماله هؤلاء نحن لا تأكلم عن هذا المستوى من الإيمان عال أن أقول أخرج من مالك لله الله يرزقناها اليقين حتى نخرج من أموالنا آمين يقينا هل افتقر عمر هل افتقر أبو بكر هل افتقر عثمان وقد بألف ناقة بأحلاسها أو أقتابها واللي عليها هل افتقر زاد ولذلك أحبابي أعلى مساهمة في الحياة أن تساهم للغنى الآن التجار يقولون ساهم في الأراضي وساهم في الأسهم ويقصد سيارات واللي قصد الأسهم واللي قصد صابون تايد واللي قصد يقول الغنى أقسم بالله أكبر باب للغنى أن تقرض الله المال الذي عندك فيضاعفه لك أضعافا كثيرة والله يقبض ويبصر هل الصدقات النفقات الشيخ خاصة فقط للأغنية اللي عندهم أموال وثراء وإلا لأي شخص يملك مان ولو كان يسير يقول صلى الله عليه وسلم سبق درهم درهم ألف درهم وفي رواه مئة ألف درهم الله لا يسألني لماذا لم تكن غني لكن يسألني لماذا لم تخرج مما أرزقتك الله أكبر أعطاك خمس ريال طلع يا خريالين ويبقى ثلاثة لكن أعطاك خمسة مليون طلع مليونين وخل ثلاثة نسبة ثلاثة مليونين إلى ريالين هي نسبة عند الله واحدة في الأجر هذا أخرج مثلا نصف مالة أو ثلاثة مالة أو ثلاثة أربع مالة وهذا كذلك أخرج لا تحقرن شيء الله في باب الصدقة أغلق عليك كل وسيلة لوسوسة الشيطان فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بشق تمرة بل إن الله يقبل التمرة صدقت أحدكم بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها كما يربي أحدكم فلوه صحيح من أكبر ما يشرح الصدر يا أحبابي نحن في هذه الأزمان كثر الاكتئاب وكثرة الأحزان وكثر الخوف مع أن اللي خايف ومحزون ومكتئب لربما يكون غني قد يكون لديه مال أنت تريد مالك أن لا يرحل حصنه بالصدقة تريد عافيتك أن تبقى ولا ترحل حصنها بالصدقة أنت لديك مرض داووا مرضاكم بالصدقة الصدقة أحبابي أعظم سياج وأعظم بناء تبني ما بقي لديك لأن الآن تلاحظ يا شيخ تذكر لما كان البعض مننا دخل في سوق الأسهم قبل انهياره نعم فلما انهار الأسهم ماذا بقي؟ بقيت الأحزان عند البعض صحيح وبقيت الآلام والبعض الآن يعالج يعالج عند الطب النفسي فاللهم أخلف عليه بالعافية ورد ما له يا رب العالمين آمين وبارك في أموال الله أحبها الباقية أنا ما أذكر ذلك ليجدد الأحزان لكن ذهبت لكن الذي كان يتصدق أحبابي أنا لا أعرف كثيرا ممن خسروا في الأسهم أكثر من نصف أموالهم نعم عادت أضعاف أضعاف وبدلوا النشاط من سأسهم إلى عقار وإلى تجارة أخرى والآن متضاعفة عشرة وأعرف لكن كانوا يتصدقون بأحدهم يقول ذهب مني سبع مليون ونصف يا شيخ ذهبت لأن الله يريد أن يؤدبني ويربيني لك هل أنا أحمد في السراء والضراء فوالله ازدادت عبادتي وبعد خسارة ازدادت صدقاتي يعني هو الآن بدأ يوم ساهمنا مع الخلق ضيعونا وفي مساهمات ضاعت وفي مساهمات أربابها في السجون وفي مساهمات خرج ولم يعود الحلقة الأخيرة ما ندري وان راح له لمساهمتك مع الله ما تضيع ولا يحتاج تأخذ سند ولا مختوم ولا تروح المحكمة ولا تأخذ القاضي التنفيذي ينفذ سكك اللي معك هذا منفذ سكك فهو يخلفه تقرضه يعطيك ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده وهذا أكيد يا شيخ وهذا أحبابي إذا لم نؤمن بهذا نخشى على التوحيد نخشى على الثقة على معرفة رب العبيد